أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة أن حجم التطوير والتحديد الذي تحقق في مشروعات قطاع البترول خلال السنوات الأخيرة غير مسبوق جاء ذلك خلال ترأسه باكورة أعمال الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام عبر الفيديو كونفرنس لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي المقبل وأوضح الملة أن الثمار الإصلاح الاقتصادي الذي قادت تنفيذه القيادة السياسية قد انعكست بنجاح على توافر الموارد المالية اللازمة للتطوير وتنفيذ مشروعات جديدة وضخ استثمارات كبيرة غير مسبوقة لافتا إلى أن حجم الموازنات الاستثمارية الجديدة لشركات البترول للقطاع العام يصل إلى أول مرة إلى 30 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2022-2023 في إطار التطوير الجاري بهذه الصروح البترولية ترجمة نانسي قنقر